السلام عليكم طلابنا الجدد طلاب دفعة عشرين خمسة وعشرين يا رب تكونوا بخير إزايكم إن شاء الله تكونوا في أحسن حال ودخلين على أحسن حال بإذن الله برد أهلا بيكم في تلتة سنوي سنة إن شاء الله تبقى سعيدة عليكم تبزلوا فيها مجهود وبإذن الله ربنا حقالكم كل طموحاتكم بعدما تكونوا أخذتوا بكل الأسباب في السنة داية مش هتكلم خلص في الفيديو على تلتة سنوية ولا مميزاتها وعيوبها ولا كل المشاكل والعقبات والتحديات اللي ممكن تقابلها فيها لأن كل دا هنتكلم عليه إن شاء الله في أول سيشن بيني وبينك طيب أنا أعمل الفيديو دا وقت ليه؟ أنا أعمله بس كنوع من الاتفاق بيني وبينك بيني وبين حضرتك على مدار السنة دي كلها إن شاء الله في مسميات هتسمعها مني كتير فلازم تبقى أعرفها إيه هي المسميات دي؟ المسميات دي بنسميها parts of speech for the English يعني إيه وأنا داخل تلتة سنوية قبل ما أخبط عليها أبقى لازم فاهم المسميات اللي هستخدمها على مدار المنهج بتاعي كله يعني إيه ناون يعني إيه بو ناون يعني إيه verb adjective adverb position كل دا يعني إيه لأني ما نفعش أخبط على تلتة سنوية وهدخل فيها بقلبي كده من غير معرف الأساسيات اللي ممكن أستخدمها في الحياة إيه تولز اللي هستخدمها وأنا بذاكر إيه الكلمات اللي هفضل أكرر فيها كتير من غير ما أبقى عارف معناها ودلالتها مش هقدر فها من الكلام اللي أنا باستخدمه في المنهج بتاعي فدايما بيحب عمل session دا في البداية وبأكد على الطالب أني قبل حتى ما يشوفني يكون سمعها ويكون عارفها كويس جدا لأنه لما هيشوفني باستخدمها مش هيعطلني ولا هيسأل فيها لأنه شاف دواتهم عيب معنى أصح أنه نوصل تلتة سنوية من غير ما نكون فاهمين مدلول الكلمات داية إيه هو البورتس والسبيتش في الإنجليش إيه أنواع الكلام في الإنجليش أقدر استخدمه إزاي أقدر الكلمة دي أعرف أنها noun adjective verb إزاي بالضبط دا اللي هنأشوف الفيديو داوة الفيديو اللي ما ينفعش يأدخل تلتة سنوية من غير ما نكون عارفه ففيديو صغير إن شاء الله حضر حاجة شابها كده واسمعه معايا أنا مش عامله خالص من باب المذاكرة لا خالص أنت لسه بإذن الله لسه في إطار الأجازة لما كنتش بدأت دروس غيري يعني إن شاء الله نرسى نشوفك إن شاء الله بداية من السبت القادم يوم 17 17 8 لكن كبداية كده كانوا من الدرداشة بيني وبينك إيه هي الـ power to speech أستخدمها إزاي في الإنجليش ولما تسمعها مني على مدار السنة أصد بيها إيه في البداية حابين نفرحك ونفرح نفسينا الحمد لله بدرجات السنة اللي فاتت الدرجات ممتازة 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 الحمد لله بإذن الله درجاتهم كويسة جدا 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 بالنسبة لإنجليش المجموع الكل فيه ناس درجاتها كويسة بالذات فادة بيوع علم رياضة المعلوم بس اللي كان فيه تأثير شوية بسبب الـ والجيولوجي كان فيهم أسهل حاجات كده مش لطيفة في السباة بقى تصحيح أو حتى في امتحانات بس بإذن الله كل الناس اللي بذلت جهد ربنا يعوضها خير سواء سواء حتى السنة دي أو سواء في الكلية اللي هم داخلينها إن شاء الله فالحمد لله درجات الناس ممتازة ممكن أحط لك في الدسكريبشن تحت الدرجاتهم بتاعت السنة الفاتحة تشوفهم بإذن الله تاخد دفع معنوية حلوة وتقدر تتواصل معهم وتشوفهم حتى عملوا إيه في الإنجليش زائد حاجة تاني الحاجة اللي هشروحها النهاردة السلايد اللي هتشوفها الدولة يام ذاك على السكريم بتاعتك إن شاء الله موجودة تحت في الدسكريبشن بي ري اف بحيث أنك لما تيجي تزاكر تزاكر من ده على طول ودي أول حاجة تعليمها معنا على طول أي حاجة هعملها هتلاقيها موجودة تحت في الدسكريبشن بي ري اف ليك في كل الفيديوز اللي هتيجي إن شاء الله على مدار السنة هتلاقي بي ري اف بتاعتها موجود تحت علشان لو ما عندكش وقت تشوفها أو عايز تطبعها أو عايز تشغل منها تاني أكتر من مرة موجودة عندك في الدسكريبشن تحت مش هتطول عليك على طول تعالى نخش في الموضوع بتاعنا أجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية ايه أجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية؟ يعني كل الكلمة عندك في الإنجليش بتخرج من بقك نقدر نصنفها ايه بالظبط ايه اللي نقدر نصنفها في الإنجليش بالظبط هي قدام حضرتك اهي لو بصين عليهم كده هنلاقي نمبر 1 اسمها ناون نمبر 2 بنون 3 verb 4 adjective 5 adverb 6 proposition 7 conjunction 8 interjection 8 ports of speech ترجمة ports of speech في العربي عندك بيسموها أجزاء الكلام وعلشان تفهم الكلام أكتر ممكن أعملك comparison between Arabic and English ports of speech في العربي عندك تلت أجزاء للكلام بس اسم وفعل أيوة شاطر وحرف اسم وفعل وحرف طبعا في التفاصيل الجوة تفاصيل مهولة وهتدرس على مدار السنة في العربي عندك لكن في الإنجليش عندنا هم 8 noun pronoun verb adjective adverb proposition conjunction interjection ومناسبة العربي أنا أسألك سؤال أنت بقى لك سنين في العربي بتدرسه وبتاخد إعراب هل في الإنجليش في إعراب؟ هتقولي لا أنت في سنة دي تعرفني في الإنجليش إعراب عند ده الإعراب هو الكلمة اللي أصدها جدي نطلع الكلمة بس هي noun ولا pronoun ولا verb ولا adjective هي فهم معنى الكلمة ومدلول الكلمة في الجملة فهم الconjunction بتاعها فهم الفورم بتاعها فهم شكلها عامل إزاي بالزبط في الجملة ده المقصود عندنا في الإنجليش إزاي نفهم الكلمة دي يعني الإنجليش عندنا نشوف كل كلمة أي نوع من دول هل ده بيجي في الإمتحان؟ ما لكش تدعوه خلص بحكاية الإمتحان أنا بدرسك دلوقتي كبداية الأول كفهم من المنهج كله أما الإمتحانات هتشوفها على مدار السنة بقى بإذن الله عندي وبالمناسبة بيجي في الإمتحان أه ممكن تطلع لنا بأي بسج عندنا يقول لنا أو يسألك بالعكس الكلمة دي في السنتنز دي هي عبارة عن إيه؟ adjective ولا verb ولا interjection ولا conjunction فلازم تبقى فاهم وظيفة الكلمة في الجملة ديت إيه؟ ودوة اسم البورتس أو سبيتش بعضكم عارفهم وبعضكم ما يعرفش عنهم حاجة وبعضكم بيستخدم الإنجليش كويس جداً كنوع من اللغة هو كويس جداً ده يفيدك إن شاء الله بس لما تسافر لكن هنا احنا بنيديك how to answer the exam وده الفرق بيننا وبين الكورسس بار الكورسس بنيديك اللغة المستخدمة أما احنا بنيديك زي نخرج من الإمتحان بأعلى درجات طبعاً هل ده صح ولا ده صح؟ ألا دي فكرة منقشات كبيرة أو مش علينا دلوقتي فيها احنا الناس عمليين practical شوية نفعيين لحد ما احنا عايزين حاجة تجيب لنا يعرض درجات في الإمتحان وفي نفس الوقت بردو نتعلمها كإنجليش طيب ونا شوية في الانتروداكشن بس لازم تعرف أن هندخل على إيه؟ انا دخل على حاجة اسمها poor to speech تعالى نبدأ مع بعض ونشوف إيه هي هندرس كل واحدة فيهم بالتفصيل بس بالتفصيل السريع مش الدقيق أما الدقيق تهيب على مدار السنة كلها إن شاء الله بس محتاجة بس تحفظهم معي أن الport to speech عبار عن إيه؟ عبار عن 8 ports noun, pronoun, verb, adjective, adverb, proposition, conjunction and interjection نقول بسم الله ونبتري بأول واحد فيهم هو مين؟ هو النون بيقولك في المبوام إيه هو النون؟ النون هو كل حاجة حواليك سواء شفتها أو مش شفتهاش أنت للوقت بتفرج على الموبايل بتاعك الموبايل دوت نون ويعد على الكورسي share اللي أنت قاعد عليه دوت النون وماسك ألم البين اللي أنت ماسكه دوت نون وإسمك أنت أصلا your name is a noun إسمك أنت عبار عن اسم فالنون بيسميه في العربي أنت اسم الأسماء اللي حوليك وبنقسمها الكذا نرول عندك نقسمها الكذا حاجة خل بالك كده نعمل شوية علاقات مين الأجزاء يعني هو النون عندك ما اسمها لنمبر one common noun ونمبر two proper noun والاتنين opposite لبعض شوي يعني number one opposite لنمبر two وعلاقتهم من بعض كده opposite اتنين عكس بعض يعني الكلمة اللي إما تبقى نون اللي إما يبقى common noun ل proper noun يعني common noun يعني proper noun common noun من اسمها كده أسماء عامة يعني كذا حاجة ممكن تتسمى بنفس الاسم table ترابيزة فيه ترابيزة واحدة واثنين وثلاثة لقدامي ترابيزة وهناك في table تانية وفي table تالتة فيه كذا شيء مجسم قدامك اسمه table وكذلك البوك فيه كذا بوك والفريند فيه كذا فريند يعني الأسماء اللي ممكن تنطبق على أكتر من شيء قدامك أما ال proper noun بتسميه انت في العربي أسماء الأعلام وأسماء الأعلام لأن اسمه أعلمك بي أحمد هو أحمد شخص واحد بس إيجابت مصر واحدة سوسكانل واحدة هتقول تمام فيه كذا شخص عندي اسمه أحمد أيوة بس انت اللي بتقول أحمد اسمه فلان الفلاني بتقصد بي اسم شخص الوحد مش أسماء الأحمد كلها انت بتقصد أحمد باسم واحد يعني كده عندنا ال noun إما common أسماء شائعة كذا حد ليه نفس المسمى زي التيبل والمجسمات والناس دي كلها لأ إما اسم شخص بعينه أو مكان محدد بعينه اللي هي أسماء الأعلام عندك في العربي يبقى ال noun عندي ممكن يبقى common ممكن يبقى proper هتسئل دوت في المتحان ما لاجش دعوة بالامتحان أنا باخد الوقت معلومات عادية علشان أقدر أبدأ بيها السنة بتاعتي عادي طيب النوم برضو ممكن نقسموا تقسيمها تانية number three abstract و number four concrete وبردو علاقتهم ببعض opposite يعني abstract عكس concrete abstract noun معناها أسماء مجردة أسماء مجردة ما تقدرش تشوفها can never be conceived by your senses ما ينفعش perceived الإدراك بتاعك الإدراك الحاسي بتاعك ما يشوفهاش freedom حرية love الحب peace السلام هل تقدر تدريكم بحواسك لا ما شفتش قبل كده love ماشي في الشارع ولا freedom مسكتها في إيدك قبل كده ما تقدرش تدريكم بالحواس أسماء لا ترى ما بتشوفهاش بعينك أي نعم بتشوف الأثر بتاعها أثر الحرية والحب والسلام لكن بمجسمات مادية ما تقدرش تمسكها عكسها مين عكسها concrete noun أسماء مادية في المادية تقدر تمسكها the house the desk the wall can be perceived by your senses طبعا هنا هتسأل ما قال هتقولي طب ما هو الكلمة table اللي فوق من ضمن concrete ليه ما حططاش من ضمن concrete هقول لسيادتك لما جيت قسمت قلتلك الكلمة ممكن تبقى في one أو في two مش الاتنين مع بعض الكلمة ممكن تبقى في three و four مش الاتنين مع بعض يعني ممكن الكلمة تبقى وتبقى concrete عادي بس ما تبقاش common و proper at the same time ممكن الكلمة تبقى abstract abstract noun و common عادي لكن ما تبقاش abstract at the same time يعني الكلمة اللي جيت في one ما تجيش في two والكلمة اللي جيت في three ما تجيش four هل الكلمة اللي جيت في one ممكن تيجي في three عادي عشان كده عمل اللي للاقاتنا بينهم one two opposite الكلمة ما تجيش مع one two في نفس الوقت three four opposite ما ينفعش تيجي في three four في نفس الوقت ماشي نروح بعد كده على حاجة تانية ممكن نقسم النونز لحاجتين تانيين number five countable now number six uncountable now وطبعا برضو اللي علاقات بينهم هي opposite relationship علاقة تضاد بينهم يعني الكلمة ممكن تبقى countable uncountable من اسمها كده واكيد درستها زمان countable something that can be counted بحاجة تقدر تعدها في منها واحد واثنين وثلاثة في one boy two boys three boys one two pence three pence one table two tape one tablet two tablets three tablets كلهم ديت ممكن نعدهم بمستش بين نعدهم أديهم is or r ممكن نديهم is عادي وممكن نديهم are عادي على حسب هم single or cooler ممكن أقول a boy is لكن boys are العبزة بتاحها هي uncountable nouns الكلمات اللي ما عرفش عدها وما يعني معرفش عدها معنى كده أني ما فيهاش عدد في عندنا كلمة bread بس ما فيهش حاجة اسمها breath في رايز بس ما فيهش رايز وما حاجة اسمها equipments دي تكون لها uncountable noun ما فيهش منها واحد واثنين وثلاثة هي just one فيه منها بس وخلاص يعني معنى صح ما تيبلش حرف الاس ما فيهش breath ولا waters ولا rises فبالتالي وزكائك كده لو سألتك بما إني ما فيهش منها غير واحد ما فيهش منها plowler إن ديها is ولا ولرعادي آخر تأسيمة من تأسيمات النoun هي number seven compound noun number eight collective noun بس الدولة ما فيهش بينهم علاقة مع بعض خالص يعني مش قبزت خالص منهم مش علاقة ببعض طيب يعني compound noun من اسمها كده انت بتقول انا عايش في compound يعني compound يعني مجمع ساكني يطر عايش في الوحدك لأ مش بيت واحد ده كذا بيت جنب بعض فبالتالي لو استنفس القياس على كلمة noun هتشوفها النoun كذا noun جنب بعض school و girl لزقناهم مع بعض سمناها school girl text book text book لزقناهم مع بعض سمناهم text book lunch books lunch books مع بعض بيت lunch books اللي بنسميها compound noun يعني one noun consisting of two words لزقناهم في بعض وان شاء الله في السكن تور ما تدرس حاجة اسمها compound adjective هتدرسها بالتفصيل بإذن الله أنا بس بعرف مسمايات مش أكتر آخر نوع من أنواع noun هو collective nouns ودي حاجة جميلة جدا 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 موجودة عندنا في unit 9 ايه collective noun من اسماها كده collective وكلاكتف يعني جامعية اسماها جامعية كلمة واحدة جواها ناس كتير group هو group واحد بس في ناس كتير team فريق بس في ناس ور ما يكلمة واحدة فtable is عادي بس جواها ناس كتير فtable r عادي يعني ممكن نديها r وممكن نديها is بمزاجي لا مش بمزاجي يا مستر على حسب أن أنا بتعامل معهم على أن هم one unit ولا individual يعني لو قلت مثلا زمالك team is traveling to south africa لو قلت زمالك team is traveling معنى كده أن كل 3-4 مسافرين لو وحدهم لو قلت class A is playing basketball كده كل class في نفس الماتش class A are playing basketball كده كل 3-4 عشوائيين بيلعبوا في ماتش الوحدهم وهتدرسهم بردوف تفاصيل بإذن الله في المنح واخترت طبعا زمالك team بما إني زمال كاوي وهسألك على الحوار ده إن شاء الله في أول يبقى كامل أو نفس النون ممكن يبقى كامل أو واحد فيهم يعني النون ممكن يبقى compound لو كلمتين مع بعض لازقين النون يبقى collective لو كلمة وجوها ناس كثير ده مين ده النون اللي بتسميهم بالعربي أسماء الحاجة اللي حواليك بيسمها نون يا مستر بعد النون في حاجة خلصت أول أي ضمائر أنا وهي وأنتم وأنتم والناس دي كلها بتسميهم الضمائر أي الضمائر في الإنجلش زي آي وهي وشي وات والباقي بس تعال كده ناخد فائدة لغوية على الماشي كده انت بالعربي بتسميهم ضمائر طب ليه سموهم ضمائر يا مستر ضمائر عشان بيضمروا الاسم جواهم يعني 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 يخفي بيخفوا الاسم جواهم بدل ما أقول رأيت أحمد بتقول رأيت الهاء الهاء دي ضمير لأنها ضمرت أحمد جواها خفت أحمد جواها علشان كده بيسموه ضمير يعني يخفي جوا الاسم كلمة بتعبر عن النون اتكسفت ببدل ما أحمد قلت يعني شلت أحمد وحطت مكان وهي فال النون والنون هم محاية وحدة بس النون هو الجزء الصريح منه ذكرت اسمه لكن المرد أسكر اسمه ذكرت كلمة تعبر عليه بدل ما تقول عبرت عن سارة بها و اكتشفت النهائة هي هي سارة فمعاملة النون والبروناون في الانجليش كلها وحدة فعرف بقى أن النون والبروناون في الانجليش بنتعملوا معاملة واحدة بالضبط هم هما بس النون ذكرت الاسم صراحة لكن البروناون عبط عليه به وشي وات زي من النون نتقسم برضو البروناون بتقسم بنقسم نابع واحد اسمها personal pronoun ومن اسمها personal يعني ضمائر شخصية بتعبر عن الشخص اللي هي مين في منها subject pronoun زي i he she it you they في منها object pronoun he gave me and an object وزي him them hair وباقي كلها في منها possessive سواء possessive pronoun أو possessive adjective hair him has وكذلك mine yours والباقي في منها reflexive pronoun him himself yourself themselves وتدرسهم برضو بالتفصيل بس يعرف انه دي اسمها personal pronoun دخل كل البروناون التي تفكرها في حياتك كلها تحت الكاتجوري واحدة بس هي كاتجوري personal pronoun دمائر شخصية هي دمائر just a word that refers to a noun اتكسفت اقول الاسم فعوضت عليه ببروناون يعوض عليه نوع تاني من البروناون اسمه relative pronoun وrelative يعني قريب اللي هي مين هو وهم وويتش وذات وهو زوار بيسميهم relative pronoun دمائر اي لم يقول لهم لك مثلا احمد who is my friend lives next to me احمد who is my friend احمد اللي بيكون صديقي lives next to me هو هنا عبرت عني اللي لكي بتسميه في العرب ضمائر الموصول ضمائر الوصل يعني الذي والتي واللائي والناس دي كلها بيسميهم في الانجليش احنا relative pronoun وبرضو لها unit اللي وحدها موجود عندك في unit number 11 هتدرسها بتفاصيلها كلها ان شاء الله في number 3 من ضمن الpronouns بنسميهم demonstrative demonstrative هما just four words this that these those بيسميهم demonstrative لكتب تسميهم في العربي اسماء الاشارة طبعا الفرق بينهم انتعارفوا لو حاجة singular قريبة منك بتسميها this لو حاجة singular بعيدة عنك بتسميها that يعني this spoke الكتاب القريب و that been القلم البعيد طب لو حاجة plural قريبة these these الكتب القريبة مني لو حاجة plural بعيد those those بوكس البوكس البعيدة عني في الرامة four حاجة اسمها interrogative interrogative pronoun هي who how when where and all this interrogative يعني question question who is this how old are you when did you come where are you going do you cool بنسميها interrogative وطبعا بنظرة بسيطة هتكتشف ان الكلمات الموجودة في ال interrogative هي الموجودة في رانتف بس في فرق في الرائتف هنا ما فيش question انت بتقول احمد who is my friend lives next to me the cat which is black beat me last night هنا ما عبرتش عن question هنا sentence عادية بتقول اللي الذي أو التي لكن هناك بتستخدمها at the beginning of the sentence to refer to the question بتسأل عن حاجة عشان كده interrogative معناها question بعد كدفنا في 5 من ضمن الكاتيجوريس بتاعت البروناون هي indefinite pronoun يعني يعني غير المحددة كلمات بتستخدمها ما عرفش انو بتتكلم عن مين لما قولك all the students ما خصصتش حد بعينه both of them كلا هما ما استخدمتش حد بعينه everybody وsomebody وnobody كل الناس ديت ما عينت الشخص بزاته يا مستر استخدمت الكلمة عبرت عليها عن ناس كتير جدا يا مستر وأخيرا يا مستر آخر حاجة منهم كلمة صعبة عليك كده اسمها reciprocal تعال نشوفها that's number six reciprocal معناها mutual متبادل كلمة فيها تبادل شخص والتاني هما بالضبط كلمتين each other we wanna another أحدهما الآخر بعضهما البعض ولو اني في العرب يقول لك بعضهما وخلاص مش لازم تقول البعض والبزاصف منهم each others وone another يعني we saw each other شفنا بعضنا we met one another قبلنا بعضنا هما فيش غيرهم احفاظهم كده البروناون هو مين هو كلمة مردتش أقول فيها الناون بس عبرت عليها بحاجة مكانها هي البروناون خلصت انت أول two ports خلصت انت الناون وخلصت معاك البروناون الناون كل شيء حواليك تقدر تشوفه ومشوفه البروناون لو ما كسوف تقول الناون قول مكانه بدلا ما تقول أحمد قول هي هي داد بروناون يا مستر هروح على أجمل وأقوى وأقوى شيء في الانجليش كله 80% من الانجليش هو الجزء اللي جاية هو البروناون هو العمدة بتاع السنتنس كلها يا مستر هو الأكشن اللي انت بتعمله الحاجة اللي انت عملتها في السنتنس I 8 I دوت انت ايه في اللي فات ونعربها ايه في اللي فات I هل هو النون ولا ما قال شي اسم حد ال I بدأت بروناون طب 8 ال اكشن اللي انت عملته ال اكشن اللي انت عملته ده بقى بنسميه verb بقى يا مستر ال verbs الافعال اللي انت عملته الفعل اللي انت قمت بي التصرف اللي انت عملته يعني تعال نشوف بنقسمه الكذا حاجة وبردو خد بالك انه كل حاجة هتبقى opposite شوية من قبلها زي مثلا نمبر هتبقى opposite ال verbs عندنا ممكن يبقى action verbs او state of verb يعني action verb و state of verb من اسمه كده action verbs كلمات بتعبر عن action فيهم حركة فيها حركة بتحصل جواها he goes I ran she's smiling I'm running I'm talking you are doing your homework فيها حركة فيها action بيحصل فيها فيه هنا movement بتحصل في حياة في حركة بتحصل لكن opposite بتاعه state of state of means state حالة ثبات stability ما فيهوش اي حركة زي like يعني انت بتقول I like chocolate ان شاء الله when you like chocolate what action do you do ال action اللي انت بتعمله when you like chocolate هتقول لي بكلها ماشي انا ما تكلمش على الاكل انا ما تكلمش على الحب هو في حركة ما فيهوش I believe I believe that you are right انا شايف انك صح ال action اللي انت بتعمله ما فيش ما فيش اي حركة هنا هنا في ثبات طيب I see I see that you are right I want to do something ما فيش اي حركة فالverb عندنا اللي ما يعبر عن actually اللي يعبر عن state وجاب انه the state of verb لو تفتكر زمان كان بيقول لك ان the state of verb اللي هي number two can never be used in the continuous census ما ينفعش استغدمها مع ال continuous census يعني ما ينفعش استغدم معها verb to be زائد ال ing ما فيش حاجة في الدنيا اسمها I'm loving chocolate او لا I'm liking chocolate ما فيش حاجة اسمها I'm believing that you are right ما فيش حاجة اسمها I'm seeing that you have to do I'm wanting to do كل ده بؤك عمال يقول لياعي دلوقتي لانه عمرهم ما تحطوا في ال ing لانه دايما ال continuous census بتعبر عن movement بتعبر عن حركة وده اللي هتدرسه في اول ساشن على طول ان شاء الله يعني يعرف دايما the state of verb can never refer to a movement متعبرش عن حركة ابدا اللي عبر الحركة هي اسمه action تمام الجوعية التانية او الكاتجرة التانية في ال verbs ممكن نقسمهم ال number three حاجة اسمها transitive و number four حاجة اسمها intransitive والاثنين برضو opposite لبعض نفكر الناس انه تحت في description في ال PDF من ال slides دايات علشان تطبعها سيتك وتذاكر منها بدل ما تقعد ايه كل شوية تكتب تكتب بره تكتب بره ايوة تذاكر وكتب بره وفي نفس الوقت برضو خلي عندك source دوت ان شاء الله يعني transitive تعال اقول لك وتعال خليني ابتلي بننبا بننبا four كلمة كلمة love و run و walk تعال حطهم في جملك هده مسر قولي كده anonymed anonymed i slipped i slipped anonymed هل الجملة اكتملت اه اكتملت anonymed احتاجت ال object هنا i هو subject العمل ال action والverb هو slipped الحاجة اللي حصلت احتاجت ال object هنا i slipped مثلا you مش حاجة اسمها i slipped you محتاجش ال object ال verb اللي محتاجش ال object دايما بنسميه ال intransitive هتقول يعني object هو الشخص اللي حصل فيه action i killed you انا قتلتك انت هنا object لانك انت اللي حصل فيك ال action هل هنا احتاجت ال object لا انا قلت subject هو البداية ال i العمل ال action والverb هو slipped ما اعملش حاجة في حد i walked i laughed he ran يعني معنى صح ال verb intransitive ممكن يزبق وبني ادم عمل ال action وخلاص عيتها الجملة ممكن تبقى اكتملت ممكن تقول i walked وخلاص انا مشيت i lift انا سبت المكان وغدرت يعني هنا في intransitive no object لا يحتاج ال object خلاص اللي انت بتسميه في العربي الافعال اللزمة ما بيحتاجت ال object عكس الافعال المتعدية ولازمة ليه لأنها لازمت الفاعل اللي عملها وخلاص محتاجتش ال object والجملة اكتملت عكسها مين عكسها number three اللي هي transitive verb transitive لازم 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 فيها object need object need an object يعني need an object تعالك كلمة زي love i love هل الجملة اكتملت لا شكرا اش عكس مع i love وخلاص i love you add you ده ال object انت الشخص المحبوب الشخص اللي تحب ده ال object اللي انا احتاجته هنا يعني ال verb عندنا ممكن يحتاج object بنسميه transitive ممكن ما يحتاجش object بنسميه intransitive وبردو هتدريس الكلام ده بالتفصيل انا بديك بس قشور بديك مسميات تعرفها نفس الكلام موجود عندك في العربي لفعال اللازمة والفعال المتعدية المتعدية والمتعدية والمتعدية والناس دي اما ال entrance بيكتفي بالverb بتاعه بيكتفي بالsubject بتاعه خلص i slept he came والناس دي كلها نوعية تانية من ال categories اللي جاي بقى ملهمش علاقة بعض هنكمل نابل 5 حاجة اسمها auxiliary auxiliary verb هما 3 verbs be do have يعني مجرد ما كلمة auxiliary أو aux وحشوفها معايي في المنهة كتير يقصد بيها مين يقصد بيها 3 دورات بس مش 3 دورات بس 3 دورات بأشكالهم يعني أشكالهم يعني عيب لما نسأل طالب 3 سنوي لداخل 3 سنوي السنة الجاية ونقول له مين هو verb to be يسكت مين هو verb to be بأشكاله كلها ال present منه am is are وال past منه was or where وال be be been وال continuous منه being اللي هو الجيرند يعني وال perfect infinitive been أو have been وكذلك هتاخد الفضل infinitive وال bear infinitive منه طب do بأشكاله كلها do does did done have بأشكاله كلها have has had دولة مين دولة ويحفظ المسميات داية number 6 المodel verbs وده والدرس كامل موجود عندك في unit 4 بكل التفاصيل وإن شاء الله هتدرس مين will would can could shall should may might must وفي غيرهم كتير وانت تنساش كلهم should sleeping ماشي هروح عند آخر واحد فيهم هو number 7 حاجة اسمها phrasal verb phrasal verb حاجة مش تابعة الجرامبري حاجة دائما بتحط في إطار الفوكب هو verb عادي انت عارف معناه بس لما بضف له proposition proposition يعني حرف الجر هيجي ذكره كمان شوية بيغير معناه خالص يعني انت عارف ان look يعني ينظر look after يعتني be to care for something change at the beginning خالص بتاع كلمة لك انت عارف ان make يعني يصنع او يعمل make up تيجي بمعنى بقى يختلق story make up something يصلى حاجة يعمل حاجة غيرت المعنى hand hand يعني head بيت hand ان يسلم او يدي حاجة لحد يعني verb plus proposition يغيه المعنى بتاعه خالص وبردو موجود عندك في المنهج ان شاء الله بتاع حضرتك في unit 5 كمان ان شاء الله كده افتجر ان الverb بنسمهم لما action او stative الverb اللي بعبر عن حركة اسمه action الverb اللي بعبر عن السبات اسمه stative اللي ما بيحتاجش اسمه intransitive واحد من التلاتة اللي وصد عينك بيودوها وبنسميهم auxiliary واحد من الباقي والودو كانوا كودو الناس بترجموهم في العربي افعال نقصة والما هدرسها ان شاء الله هتفهم ليه نقصة لو عايز نحرق لك من دلوقتي حرقها عشان نقصة البي بي منها وال الباست منها بس ما فيش بي بي كان الباست منها كود بس ما فيش بي بي واليها نقصة لسببتان نشرح وساعتها ميش دلوقتي في الاخر هو كل دي انواع وكده طيب مستر هنروح بعد كده على الحاجة اللي زيز اسمها الاجكتف قش بعد المسماعات اللي انت حافظ اسمها بس مش عارف يعنيه ويعنيه ااجكتف حبيبة انت انسان صح انت student 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 date noun عايز اوصفك عايز اقول انك انسان student زكي هول you are a smart student smart انا وصفت مين واصفت سيادتك اللي وصف سيادتك بقى اسمه adjective adjective something that describes a noun and pronoun يعني حاجة بتوصف اول حاجتين اخدناهم من نهارته ازاي تعال نشوف فكلما وقتلك في عرب في الانجلش او في عرب في الانجلش فينو تعال نعرب مع سيادتك يلا حبي وتفضله they got high marks شغل دماغك وافهم بالمناسبة الاعرب هو فهم الجملة سوى عربية او انجلش افهم مين بيوصف مين they got high marks سؤال لحضرتك مين اللي high هاي دي وصفت مين هل الناس هم الhigh ولا الماركس هي الhigh الماركس هي الhigh يعني هاي ديت وصفت كلمة mark mark ديت noun واللي يوصف النون اسمه adjective يعني اللي يعود على النون اسمه adjective على طول هاي وصفت ماركس تبقى adjective يا مسدر لانها وصفت ماركس درجات ديت noun نفس الفكرة he is so smart هو مين اللي smart smart ديت وصفت مين وصفت he a di he a he فاكر هي كان بنعرابها ايه النهاردة لو غلط هتزعب he ديت noun ولا pronoun هو ما قالش اسم الشخص صراحة هو قال حاجة تعوض عنه ايوة ديت pronoun يا مسدر ده هو الضمير واللي يوصف الpronoun اسمه ايه اسمه adjective ده المقصود ان ال adjective توصف الانسان او ما يعوض عليه الانسان فاكر من شوية لما قلت لك الناون والpronoun من عملهم معاملة واحدة ايوة هي دي المعاملة واحدة ان الناون بوصفه بآجتف والpronoun بوصفه بآجتف يا مسدر اعرف دايما ان في شوية verbs لازم تلاقي وراهم adjective ايه شوية البرب ديت verb to be smell و taste و feel و look و seem و get و grow و go و fall زي انت بتقول she doesn't seem happy بتقول he looks sad ولا he looks sadly لا sad he seems happy مش happily he used to fall asleep مش fall asleep فافتكر اني بعض الverbs دايات على طول تلاقي adjective بدليل انت بتقول I felt tired أو I felt tired مش tiredly the food tastes delicious مش deliciously فافتكر ان دايات adjective ايه هي ال adjective اجبها لك على بلاطة انت بتسميها في العربي نعت او صفة لانها بتصف الانسان او بتنعيته تنعيته واني تدي له صفة دايات يعني when you describe a noun or a pronoun we use adjectives ال adjective باستخدمها عشان باوصف بيها الاتنين دول ادي ال adjective اهي باوصف بيها النoun وباوصف بيها ال pronoun ما باوصفش بيها ال verb لان في ال verb كده اوصفه حاجة تانية ان شاء الله جاي وراها اسمها ال adverb افتكر دايما ال adjective بتعود على النoun وبتعود على ال pronoun احمد is smart وهي is smart smart وصفت احمد وصفت النoun وسمارت وصفت هي وصفت ال pronoun في حاجة جميلة هقولها دلوقتي وفكرك بيها ان شاء الله في unit two بعد five sessions ولا six sessions ان شاء الله انت خدت ال adjective دلوقتي عرفت انها بتوصف مين حاجة جميلة جده بتميزك عن غيرك اسمها adjective order ربما تكون اخدتها قبل كده بس انت اكيد نسيها يعني adjective order لو عندي حاجة عايزة وصفها بس عايزة وصفها بكذا صفة حاجة كبيرة ومتينة ومصنوعة من كذا وجاية من امريكا وشكلها حلو وعجباني وعندي منها تلاتة عايزة اقول كل كل الكلام ده بالانجليش هقوله ازاي هقوله على حاجة اسمها adjective order ده البناء اللي هامش عليه اخد مثلا المسال اللي تحت احسن he bought اشترى شنطة he bought بص كده بوت كم حاجة بص عليه كده وشوف lovely red italian silver shopping bag تخيل والله العظيم لو حولت كلمة مكانة تانية جملة بوسط لو قلت lovely italian red silver shopping bag غلط لو قلت lovely red silver italian shopping غلط لو قلت lovely red italian shopping silver غلط ده اسمه ايه ده اسمه adjective order يعني مين بيجي قبل مين في الوصف لما اجي اوصف استخدم مين قبل مين اقول number والsize وبعد كده المتيريا اللي بتاعتها two big cheese sandwich ما اقولش اقول two cheese big sandwich ايه اللي اجي تقوله الورد لقصود عيني معلش احفظها لي بقى اول حاجة بتتذكر في الorder هو quantity العدد جبت منها كم واحدة الابينين رأيك فيها كويسة ولا وحشة size حجمها age عمرها color لونها shape شكلها عامل ازاي origin المصدر بتاعتها جايب من فين المادة الخامل المصنوع منها purpose الغرض انت شريها ليه لازم ان تيجي كده بنفس الترتيب ده مش هينفع تخرج عنده خلص فارجوك افتكر ان دوت الموجود تحت ازاي يجي لي يجي لي في لو غلطت فيها لأسف اما انت قدت تشوف حاجة تفحل زي كده فاحفظها بقى اعود رددها بقى لغا تحفظ بعض الناس هتعمل حاجة حلوة هتقول لك اخد من كل كلمة الحرف الاولاني اخد جميل جدا بس ان شاء الله بقى وانت بتحفظ افتكر ان فيه دابل اس في هنا اس في سايز واس هنا بتاعت الشيب فاخد بالك من الكلام وفيه اتنين او بتاعت الابينين وبتاعت الوريجن فاخد بالك الكلام دوت وانت بتزاكر يا مستر خلصنا الاجتف اللي بتوصف الناون او البروناون هاروح على حاجة بعدها على طول هي الادفرب بزكائك كده وبدهاء كنت عندك في حقله بتعرف تفكر بي لو الانسان وصفته بآجتف لما قلت احمد وصفت سمورت ديت آجتف ووصفت احمد انه اما للاكشن بتاعه بوصفه باي بوصفه بالادفرب ايه هو الادفرب حكي بها لك على براتها بقول لو وصفت ان الادفرب اللي فاتت اللي احنا درسناها وقلت عليها بالعربي ان هي ديت الصفة او النعت ديت الادفرب بسميها انا في العربي الحال لما بتقول في العربي جاء مسرعا مسرعا وصفت الواد ولا وصفت المجيء بتاعه ووصفت المجيء ووصفت الاكشن the same as english they are used to describe verbs باستخدمهم لدراسة الverb باستخدمها دايما اوصف بها الverb بصراحة بصراحة بما اني بتكلم انسان مميهز زمان كان بتحكو عليك وقولك ان الادفرب بيوصف ببس بالدليل ان اسمه يعني additional verb انت كبرت السنة دي وهتعرف انه بيوصف four items بيوصف اربع حاجات مش verb بس هرقمهم وفهمهم معي واحدة ورد تانية ممكن اوصف be adverb اوصف be verb number two ممكن اوصف be adjective الادفرب ممكن يوصف ادفرب زي يعني ادفرب يوصف ادفرب الادفرب ممكن يوصف sentence كاملة ازاي مستر 100% انت اكيد تهت امسي بقى قلم وهو كويس جدا جدا وعيش معي اللحظة عشان هنهش في الاعراب عندنا اعراب اه عندنا اعراب بالله عليك شغل دباغك عشان محتاج واحد صاحي يلا مستر الفضل بسم الله الرحمن الرحيم تعال نشوف مين بيوصف مين هنا he speaks loudly مين اللي بتكلم he he هي subject بالمناسبة كان نوعي كان pronoun ابعد تقول noun speaks ده الverb ده الاكشن اللي بيحصل loudly بقى هو بيتكلم ولا صوت وهو العالي وصفت ال speaking وصفت ال verb يعني loudly describes the verb ال verb اسمه speaks ووصفته ب loudly يبقى اللي يوصف ال verb اسمه adverb يعني كده ال adverb بيمعلم بيوصف verb وده اللي انت عارفه لما تقول I ate hungerly اكلت بشراها hungerly ما وصفتنيش انا انا وصفت الاكل بتاعي he is talking happily بيتحدث بسعادة وصفت talking بتاعه يعني ال adverb البسيط بتاعي اللي انت عارفه من زمان انه بيوصف verb لما كبرت بقى عرفت التلاتة اللي جايين دول لما كبرت اللي حتى في ثلاثة سنة هتعرف التلاتة اللي جايين دول بصي كده واحدة رات تانية the weather is totally freezing تعال نعرب the weather دوت النown is the verb freezing مين اللي freezing ال weather يعني freezing ديت adjective لأنها وصفت ال weather وصفت النown واللي يوصف النown يبقى adjective هو سيكت على freezing ولا أم وصفها كمان وقال لك totally أيوة قال لك totally freezing يعني totally وصفت freezing واللي يوصف ال adjective اسمه adverb عيد الحدة ديت تانية عشان تسمحها كويس freezing وصفت weather يعني freezing ال adjective وصفت النown وما سكتش على freezing ما قلت لكش the weather is freezing وسكت ده قال لك totally freezing يعني adverb وصف adjective وديت number two فوق يبقى number one in the adverb يوصف verb number two in the adjective يوصف adjective in the adverb يوصف adjective طب روح نبقى 3 he spoke extremely loudly تعال نعرب he هي الpronoun بتاع حضرتك spoke ذا الverb مبدئيا كده he spoke loudly loudly اللي لسه 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 ليه ما قلتش انها adjective زي freezing لاني فوق freezing وصفت weather لكن هنا loudly وصفت speaking صح صح كده طب الراجل اللي لقالك he spoke loudly وسكت زي اول وحدة ولا راح زود كمان وقالك he spoke extremely loudly لا ده حط extremely extremely وصفت مين الود هو extremely ولا اللي لس بتاعته اللي ايوة وصفت loudly يعني adverb وصف adverb زيه هدي adverb وصف adverb زيه اتنين adverb واربعات وده التالت حاجة فوق اول واحدة ان adverb وصف verb تاني واحدة وصف adjective التالت وصف adverb روح عند الاخيرة مستر بص كده fortunately we managed to escape لحسن الحظ قدرنا نهرب يا طرح fortunately وصفت مين وصفت نحن لا management نجحنا لا الهروب لا دي وصفت whole sentence sentence كلها luckily we succeeded لحسن الحظ احنا نجحنا وصفت the whole sentence وسعتها بتيجي في البداية وتحط بعدها come ده المقصود يعني كده ال adverb وانت صغير كان بيدوك نمر ون بس ديولك ال adverb describes a verb describes a verb لا ممكن يوصف verb ممكن يوصف adjective ممكن يوصف adverb ممكن يوصف sentence كاملة اقولك حاجة حلوة وص كده وص 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 كده على البورد معلش على screen عندك انت خدت من شوية ال adverb اهي وصفت noun و pronoun طب ال adverb اللي بعدها هيوصف ايه بص كده ال adverb بعدها هيوصف ايه هيوصف اي حاجة تاني هيوصف verb وهيوصف adjective وهيوصف نفسه وهيوصف sentence كول يعني لو خدناه على بلاطة وكتبنا ان ال adjective بيوصف مين بيوصف نمبس noun و pronoun ده ال adjective بيوصف الباقي كله اي حاجة تاني في الجملة اوصفها ب adverb لان ال adverb بيوصف verb بيوصف adjective بيوصف adverb زيو بيوصف adverb زيو بيوصف sentence كم لا مستر معنى كده ان اي حاجة عايزة اوصفها في الجملة بوصفها ب adverb معدى الانسان واللي بيعوض عليه ال pronoun بوصفها ب adjective هتديك مثال بسيط على التقل دلوقتي هي الجملة الثالثة بص كده الجملة الثالثة كده في ال examples التي اردتها من شوية صراحة لو ركزت فكرة الاعراب هنا هتعجبك جدا بص كده he spoke extremely loudly او هات الجملة الثانية الاول the weather is totally freezing مبدئيا freezing adjective وصف الوذر في الوذر adjective وصفت الناون الاسمه weather يعني فريزين ديت عيدة على الوذر و totally وصفت freezing totally adverb وصف ال adjective الاسمه اللي اسمه freezing يعني لو قلت جملة تزعجك نقول ان ال adverb الاسمه totally وصف ال adjective الاسمه freezing اللي وصفت الناون الاسمه weather اللعبك اداية الانجليش ما كانش كده طول حيات انا بيحله بالسنس هو جميل والله سنسك مش هيعديك عن 45 من 50 عمرة ما تجيب الفول مارك بالسنس وده الجملة لو الهلك وهزبت هلك شخصيا في كل امتحان شهري هيجي لحضرتك يا ابو سنس يا حلو اللي ناو اجيب الفول مارك بالسنسك لو كانت بالسنس كان كل الاسكا منك السنة اللي فاتت جابوا الفول مارك بسنسهم بسنسهم وما علاش بنحول الانجليش للكمستري عشان تقدر توصل للفول مارك سنسك مش هيعديك عن 45 من 50 اما الباقي دوت بإذن الله مش هيقدر تجيبه غير بفهم الكلام ده حتى لو كان صعب عليك انت في 3 سنوية واول مرة في حياتك تكون 3 سنوية فلازم تدرس حاجات عمرك ما شفتها قبل كده يا مستر كذلك برضو لو طبق ده نفس الفكرة في الجملة اللي بعدها هاي سبوك اكسريملي loudly loudly adverb ووصفت الverb اللي اسمه speak وما سكبتش عليها قمت ووصف loudly يعني adverb اسمه extremely ووصف adverb اسمه loudly وصف verb اسمه speak اكبر كده وشغل دماغك وعود دماغك على الكلام اللي مش هيبقى سهل في البداية حتى من البداية ممكن يبقاش سهل ومش مش لازم كل معلومة تتبص لا انا عايز اقوي عقلك لدرجة ان يوصف يوصل الكلام الصعب لو فضلت تتعامل بنفسه معاملة التبسيط المعلومة انت كده لها هتستفد اي حاجة لا في 3 سنة ويولف جامعة لا احنا مش بنحاول نبسط المجمومة المعلومة بقدر بنحاول بنعمق تفكير عقلك انطري الاخبطات اللي ممكن تتعرض لها داية ماشي بس بالنسبة للأدرب اللي احنا فيه برضو الاسم خلاص نهوش بنقسمه بس شوية انواع اللي سليد داية سهلة نتاخد الضبط في السوائن انواع الادرب عندنا كذا نوع ممكن نسميه ادرب بيعبر عن لما اقول let's go outside و upstairs و here و there كلهم عبروا عن مكان الادرب ممكن يعبر عن time لما اقول she arrived today before later كل ادرب يعبره عن time ممكن يعبر عن المانير يعني يمانير الطريقة الاسلوب الاسلوب اللي تعمل بيال هو اتكلم بسوط عالي بسوط واضي بشكل حسن عبرت عن الاسلوب اللي اتكلم به الغرض الاسلوب بتاعها انت عملت الaction delay علشان يتجنب الاسلوب ممكن نسمهم الادرب درجات لما تقول he speaks so extremely و و كل واحدة مين اوقو من التانية الكلام ده هتعرفه كمان السنين ان شاء الله في يونت 7 ذات السكن ان شاء الله طيب و اخير الادرب حصلت كم مرة بالمناسبة انتكش لك عقلك في العربي برضو تعالى ان تشوف كده لو حبيت في العربي كده تقارنهم بالعربي تقول ايه زي هير و ذير والناس دي كلها بتسميهم ايه في العربي ايه شاطر يا مستر اللي يظهر في المكان طب ادرس اف تايم زي تسميه مظهر في ايه زهر في زمان طب جاء مسرعا وببطء والناس دي كلها بتسميها ايه بتسميها حال طب تجنبا تجنبا جاء مبكرا تجنبا للزحمة ايه شاطر بتسميها تعريبة مفعول لأجله كل دولات شوف انت كم مسامة انا سمتهم كلهم في العرب في الانجليش عندي عشان كده بقولك انا بعمل مقارنة عشان شوف قديديني عندنا اسهل شوية طيب كده تكون خلصت فضلك بس التلات حاجات البروبوزيشن وال الكنجنكشن والانتجكشن وتلاتة اسهل من بعض لا يفهمش اي تعييد خلص مجرد مسمائت بس هتحفظها خلص ايه البروبوزيشن مستر هي شوية كالبات انت حفظه عارف ان دولت موجودين في الانجليش بس متعرفش ان دولت تسمون البروبوزيشن اليمين بتسميهم انت حروف القر of in for on by at ولازم ان يعرف كلهم 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 لازم ان يجو وراهم ناون وانت انسان كبرت وعرفت يعني ايه ناون يعني ايه ناون plus ناون يعني ايه مستر انت بتقول I am in the office I'm working for myself I will meet you at school لازم يجو وراهم ناون على طول بتسميه proposition يعرف بقى ممكن اختصرها بكلمة prep على اساس انها حرف قر دايما مستر بعد كده على طول في نبيس 7 هي الكونجنكشن بعض الناس بتسميها conjunctions بعض الناس بتسميها linkers يسموها linkers بعض الناس بتسميها transitional words ودي حاجة تدريس على مدار السنة يجي 30 مرة ولا حاجة هي كلمات بتربط جمل ببعضها انت مثلا بتقول after I ate I went out before I went out I had eaten while I was studying I slept when I met أحمد I was very hungry I didn't go to school because I was L واحد حاجة ملاحظة انها بتربط جملتين ببعضهم كلهم اسمهم conjunctions بتقوم بدور المأزون بتربط بتجمع جملتين في الحلال بنسميه النص بتقوم بدور المأزون تبتقول I studied hard so I got the full mark بيسمها conjunction linkers transitional words وتدريسها بتفاصيلها كلها عن مدار السنة ان شاء الله بس اعرف المساميات آخر حاجة في الport of speech حاجة اسمها interjections ودهت مش كلمات ممكن تبقى أصوات زي إيه الأصوات اللي قدم عينك او 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 اي واو ام واتش او كل الناس ديت مستر هي بتعبر دائما على المشاعر على المشاعر الاجواجنز للجواك ودائما بتختم بإيه بل بال بال كلمات التعجب تعجب جواك عايز تظهره غضب في منها في العربي اه في منها في العربي وفي منها في العمية بس عيب نقولها انت اكيد فهمها يعني بيسمها ايه بيسمها الانتوجيكشن كلمات بتعبر عن الجواك ما هيش مجرد كلام هي مجرد أصوات بتطلع من نجسة يا بسدر وبكده بسدر بتقول خلصت إيه خلصت ال-ports of speech كلها مين هو؟ هو النوم أي حاجة حواليك سواء بتتشاف أو بتتشافش ال-pronoun اللي مش عايز تقول أحمد قول ما كانه هي مش عايز تقول سارة قول ما كانها شي ال-verb ال-action اللي أحمد و سارة بيعملوه ate و drink و watch و ناس ديت ال-adjective لما تيجي توصف الإنسان وتوصف النوم بتاعه ال-pronoun بتاعه لما تقول أحمد is smart أو he is smart ال-adverb لما تيجي توصف أي حاجة في الجملة معده أول اثنين لو عايز تقول he speaks loudly he is very clever he speaks very loudly كله دولة عبارة عن-adverb ال-proposition حروف القبر زي إن وآت و إن وضاعي ال-conjunction تلمده تربط جملة بعضها زي so, as, but ال-interjection هي أصوات للتعبير عن التعقب جواك زي oh my god و oh watch out و الناس ديت كلها همستر فضلي بالظبط تقريبا بالكتير أوي five minutes هامل فيهم إيه بعد ما لخصت كله اللي تقال كنت عايزة أوصل لآخر سلايد عندي هي السلايد ديت هي sentence structure بعد ما درست إن الإنجليش فيه ال-parts و speech اللي يكون لها بأنواعه كلها sentence اللي في الإنجليش الجملة اللي في الإنجليش بتتكون من إيه بتتكون من three parts قدام عينك أي جملة في الإنجليش أنت خدت محتوى الكلام لكن محتوى الجملة هي عبارة عن واحد من الثلاثة لقصدك ديت السنتنس عندي في الإنجليش بتبتري بالsubject subject هو الإنسان اللي عمل ال-action اللي أنت بتسميه في العربي الفاعل الفاعل اللي قام بال-action بعدها على طول بيجي ال-verb ال-action اللي هو عمله وفي الآخر بلاقي حاجة اسمها compliment المكمل تكملة الجملة تعال نشوف لو حبيت أكتب بس حاجة على اللي أنت شايفه قصدك تعال نكتب حاجة اللي هنا شايفينه ده إنسان هنفترض مثلا إن اسمه أحمد أري أحمد ده ال-action اللي بيعمله أحمد أحمد بيشربه يدلوقتي أحمد drink وطبعا مما أنه أحمد sing لأنه ما بتكلم في ال-present ما تنساش حرف ال-s بتاع present sample ونقول أحمد drinks اللي هنقصك عليه جي 30 درجة طول السنة بسوى حرف ال-s بتاع ال-present ده أحمد drinks ودوات الشاي بتنهو أحمد drinks tea لو حبيت أعرف لسيتك هقول إن أحمد دوت هو subject drinks ده هو تي دوت هو object حد عمل حاجة في حد i so you أنا شفتك يبقى أنا هو subject we c هو verb وyou هو object دي طبيعة sentence عندنا في الإنجليش إن دايما الإنجليش عندنا بيبدأ بإنسان إنسان هو العمل ال-action الإنسان سوى إنسان أو جامدات يعني أما حاجة بنبدأ بنoun أو pronoun يبقى السبجيك دوت المستر السبجيك ده السبجيك ده لازمة نبقى noun وانت فاهمي عن إيه noun أو pronoun ده المقصود ال-pronoun زي هي وشي وقت ممكن أحمد drinks tea أو he drinks tea أدي noun أو pronoun فما تبدأ ليش للverb السنتنس بـ verb يحلو ما تقول ليش drinks أحمد تي ما معندناش الكلام ده في العربي موجود في عندك الجملة الإسمية والجملة الفعلية أحمد يشرب الشاي أو يشرب أحمد الشاي لكن عندنا في السنتنس الطبيعية في الإنجليش دايما بتبدأ بـ noun مش verb طب هل السنتنس في الإنجليش ممكن تبدأ بـ verb آه في حالات الحالة الأولانية فكرة وانت بتدي حده بتقول لحد يفتح الباب مش لازم تقوله أحمد لاني كده كده هو قاعد قدامك فعارف إن الـ verb ليه هو في ممكن نبدأ بـ verb عادي did you go كذا كذا هل أنت روحت كذا ولا كذا وكذلك في حال كده هذا إن شاء الله اسمها اسمها الـ a إن شاء الله لما تي تدرس في تواصيلك عندك هتدرس ال interrogative اللي هو الـ question وكذلك هتدرس حاجة اسمها inversion يعني بعمل شكل السؤال لو ببدأ بـ أنا نادرا ما بروح المدرسة عايز أجيب ريرلي قدام فأنا بقول ريرلي did I go حاجة advanced كده مش هقول هخلص دلوقتي حتى لو أفهمت هتفهم إن شاء الله بالتفاصيل جواب بس يهمني إن دايما في الإنجليش ببدأ بالـ subject اللي عمل الـ action بعد الـ subject ده بجيب الـ verb بجيب الـ action اللي هو عمله الـ action بتاع سيادتك الـ verb اللي انت عملته الـ action اللي انت عملته بنسميه الـ verb وآخر حاجة ده ده جزئ تاكميلي اسمه compliment لأن compliment ده ممكن يبقى أكتر من شيء الممكن دوت ممكن يبقى noun إزاي إزاي اللي فوق أحمد رينغس تي ممكن يبقى pronoun إزاي I saw you you دوت pronoun ممكن يبقى adjective ولي كده أحمد سعيد أحمد is clever clever هنا adjective عشان وصفت أحمد ممكن يبقى adverb أحمد speaks loudly loudly وصفت أحمد دوت adverb ممكن يبقى proposition حرف جر أحمد في المدرسة أحمد is at school واد دوت proposition ممكن يبقى اي تاني يقولك حاجة ممكن يبقى نو أصلا يعني ممكن يبقى مفيش 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 compliment يعني ممكن ملقوش إزاي لو جدع تقول في حاجة شرحت النهاردة والله في حاجة شرحت نهاردة مع intransitive verb اللي فعاليا ما تحتاجش الobject anonymed i slipped i هو subject و slipped هو الverb ما حتاجناش الobject في أي شيء عشان كده بنسمي compliment التكملة ممكن نلاقي وممكن لأ ممكن يبقى noun زي ما قلنا i i saw Sarah ممكن يبقى pronoun i saw her ممكن يبقى adjective she is gorgeous هي ما شاء الله عليها جميلة جدا ممكن يبقى adverb he ate hungerly ممكن يبقى proposition he is in the office ممكن يبقى مفيش i left أنا مشيت فالcomplement ممكن يبقى موجود في sentence ممكن ميبقاش موجود يهمني هنا في sentence ديت a يهمني ان sentence لازم تكون فيها تبتدي ب subject سواء noun أو pronoun بعدها verb ممكن تلاقي compliment تلاقي ما تلاقيش complaint مفيش أي مشكلة دي اسمه sentence structure ما شوفكش بقى تقلب ايه فالsentence وتجيب الفرب قدام واللي اجي كتب ورا انت مش بوت اما مش شاعر انت زمان درست في دافودلز قبل كده كان بيقول ten thousand so I at a glance أو بدأ بالobject بس ده عادي هو ممكن يكتب لو عايزه انت انت بتدري grammar احنا لسه في البدايات فلازم تلتزم بشكل sentence اللي اوصادك ده هيفيدك في ايه هيفيدك في choose وانت بتحل choose هيفيدك في writing وانت بتكتب writing في الاسئلة المقالية يفيدك في comprehension وانت بتفهم معنى الجملة يفيدك حتى في العربي وانت بتعمل اعراب عشان تشوف مين اللي عمل ايه في مين حد عمل حاجة في حد اي killed يبقى اي انا الsubject killed هو الverb يو هو الobject نوع اين عبرو نا ده المقصود وبكده تكون خلصت معايا اتفاقي مع حضرتك اتفاقي يعني اي اجزاء الكلام بجميع تفاصيل هالتمانية اللي ادرستهم sentence structure شكل الجملة بتبتدي ايه وبنتهي ايه دوة بدايات لازم تكون عرفها ماينفعش خبط خالص على ثلثة سنة ولا درس فيها اي شيء من غير ماكون عارف كل المسميات ديت ان شاء الله ان شاء الله يكون ضيف خفيف عليك السنة ديت وبإذن الله تكون يعني اخدت بعض المعلومات في السشن ديت كويس تكون زودت لك معلوماتك او حتى اكدت وكتاب بإذن الله زي ما قلتلك في الخريطة الزمانية بعيدنا في البلان موجود عندك في اليوتيوب هناك روح شوفها والسلايد اللي اشتغلت منها النهاردة في الفيديو دوت موجود عندك تحت انزل شوفها ونزلها عندك عشان ترجع لها على طول شكرا جدا لحضرتك نتمنى لك كل التوفيق سلام عليكم